شدد قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لأساتذة التعليم المسيحي في قاعة بولوس السادس بالفاتيكان على أن هدف التعليم المسيحي هو البلوغ إلى لقاء يسوع المسيح والسماح له بالنمو فينا ووصف قداسته تخصصهم بأنه خبرة إيمان حية لنقلها للأجيال الجديدة مؤكدا قداسته أهمية اللقاء الشخصي مع كل فرد من متلقي البشارة لافتا إلى أنه عندما نؤمن بيسوع المسيح ننقل أسراره ونحفظ وصياه ويصبح شخصه بفضل الروح القدس القاعدة الحية والداخلية لسلوكنا وقال إن أساتذة التعليم المسيحي مدعوون لكي يجعل شخص يسوع المسيح مرئيا وملموسا ولهذا السبب يصبح قاعدة للحياة ومعيارا للحكم على العمل الأخلاقي وخلص البابا فرنسيس إلى القولي أرافقكم جميعا ببركتي وأوكلكم إلى شفاعة العدراء مريم وأساتذة التعليم المسيحي الشهداء وأسألكم أن لا تنسوا أن تصلوا من أجلي